الأمطار مستمرة على غرب المملكة ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على إزاء من المنطقة الشرقية والوسطى على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق المملكة إلا أن مصايف المملكة من الطائف إلى جزان يتوقع أن تبقى خلال الأيام القادمة تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة وأجواء معتدلة بوجه نعم بحيث طهت الأمطار متفاوتة الغزارة على مرتفعات جزان وعسير والباحة ولا يستبعد أن تطال فرص الأمطار مدينة الطائف كما وتشمل فرص الأمطار أجزاء عدة من منطقة المدينة المنورة وتبوك بالإضافة للأجزاء الغربية من حائل والقصيم وتكون الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا كما أنها تسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل عواصف ترابية محلية كما هو يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة تثير الأتربة والغبار وتتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض المناطق بما في ذلك منطقة حفر الباطن نتمنى السلامة للجميع لمزيدنا المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب دمتم في أمان الله دمتم في أمان الله